وشهدت جبهة الحشاب الضالع مواجهة عنيفة بين ميليشيات الحوتي والمقاومة الشعبية المسنودة بالقوات الحكومية وقوات المقاومة المشتركة استخدمت فيها الميليشيات الأسلحة التقيلة والمتوسطة بمناطق نقيل الدخلة الذي يربط عاصمة المديرية ضوران وقد استمرت المواجهة حتى وقت مبكر من صباح اليوم وتسللت عناصر من الميليشيات الكهنوتية إلى مواقع عدة بمديرية الحشاب بعد تمكنها من قطع الطريق الذي يربطها بالضالع وسط نقص في الإمدادات والدخائر لمواقع الجيش والمقاومة الشعبية بعد تكبد الميليشيات خسائر كبيرة وقيامها باستقدام تعزيزات كبيرة نحو مديرية الحشاب ووصولهم إلى نخيل دوران وتشهد جبهة عزاب بيت الشرجي وجبهة قرين الفهد بالعود شمال وغرب قعطبة شباكات متقطعة ومنعة سلولات للميليشيات المتكررة مصدر عسكري أكد مقتل قائد الأمن الوقائي لميليشيات الحوثي المكنب أو العز مع أعداد كبيرة من الميليشيات في مدينة دمت شكرا للمشاهدة